ما أن وصلنا مع القوات الأمنية إلى قرية أبي قرمى جنوب ناحية أبي صيدة حتى طالبنا الأهالي أن نستتر خلف الجدار فقال ناصة داعش بأسلحتهم المتطورة يفرضون السيطرة على البساتين المحيطة ما جعل أغلب العوائل تتهيأوا للرحيل الوضع أبو قرمى جدا موزين منهار أمنيا العوائل ما بقعدها لا حول ولا قوة مجرد تطلع من المنطقة أبدا الشارع ما مؤمن الطريق ما مؤمن البيوت ما مؤمنة داعش بالبساتين القناص بالبساتين تجولنا في القرية وشاهدنا امتعاض العوائل التي لخصت أوضاعها الأمنية المتردية بهذه الاهزوجة يا سامعين الصدد في هدنا دار يتمون يردنها بستعبود ونن ينطينا يردنها بستعبود ونن ينطينا أهالي أبي قرمى ناشدوا القيادات الأمنية بأن تكون تصريحاتهم دقيقة وواقعية فعناصر داعش يسيطرون على البساتين المحيطة لخمسة قرى حسب قولهم حاليا منطقة تشلي بساقطة بالكامل منطقة شيخي ساقطة بالكامل أبو قرمى بساتينها ساقطة بالكامل المخيصة ساقطة بالكامل هذه المناطق كلها ساقطة عسكريا قائس شرطة خاتل بالقيادة وينفي يقول الوضع مسيطر عليه وإلى بساتين أبي قرمى دخلنا مع قوات الفرقة الخامسة للجيش العراقي التي كشفت لنا قياداتها عن تواجد خمسة وعشرين أرهابيا كل ما حدث بالأمر أنه العدو غير تكتيكاته العدو الجمالي الذي قتلنا من عنده أكثر من 32 أرهابي واعتقلنا أكثر من 43 أرهابي في الفترات السابقة غير تكتيكاته والتجا إلى اسلوب القنص اللي يساعد بهذا الموضوع هو البيئة الحاضنة بساتين كثيفة متروكة المزارعين ما يوصلونها مستمرين في مطاردتهم وإجراء العمليات العسكرية لملاحقتهم هذه العمليات وصفها أهالي أبي صيدا بالشكلية وغير المجدية فعناصر داعش ما زالوا يأخذون الأتاوات من سكان القرى التي تخضع لسيطرة التنظيم الحرة زارت مجلس عزاء لأحد ضحايا داعش ووقت طالب الأهالي بتجريف البساتين للخلاص من الإرهاب هذا الصغير لا يتجاوز الرابعة من العمر تحدث عن أبيه بألم كبير من قرية أبي قرمجة تنوب ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالة عادي العنبقي الحرة وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من بغداد محافظ ديالة مثنى تميمي أستاذ مثنى أهلا بك إلى العراق اليوم بداية استمعت إلى التقرير ما هو موقفكم من هذا التقرير بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة موضوع منطقة المخيسة والمناطق المحيطة بهذه القرية هي من المناطق التي يتواجد فيها أرهابيين من فترة ليس بعد 2014 وإنما من عام 2007 ولحد هذه اللحظة توجد هناك خلايا لهذه التنظيمات تنظيمات القاعدة أو تنظيمات داعش في هذه المنطقة باعتبار أن هذه المنطقة تكاد تكون من المناطق الفريدة في وضحها الجغرافي مناطق مغلة بالزراعة ومناطق كثيفة ومناطق عاصية جدا وحتى في زمن وجود التحالف الدولي في محافظة ديالة لم تدخل هذه القوات لهذه المنطقة الحقيقة حتى قبل 2003 كانت هذه المنطقة مرتعا لمن كان يتخلف عن خدمة أسترالية ومخصوب قضائيا عذرا نعتذر عن المقاطع هل هي أعقد من الموصل والأنبار يعني الموصل والأنبار هضاب ويعني أيضا هناك مساحات وأماكن وعرة ومعقدة لماذا لم يتم استدعاء التحالف الدولي وقيام بعمليات أسمح لي أستاذ مثنى أسمح لي لماذا لا يتم التعامل مع محافظة ديالة كما تم التعامل مع الموصل والأنبار لماذا هذا التأخر يعني أسمح لي نحن بسقطة 3 و 4 وحدات إدارية في 2014 بيد داعش لم يستمر التنظيف السيطرة على هذه المناطق سوى 8 شهور وتم تحرير هذه المناطق بجهود الأبناء المحافظة والقوات الأمنية من الشرطة والجيش والأخوة الأبطال في الحشد وبدون مشاركة أي قطعات لقطعات التحالف أو طيران التحالف وتمطر الداعش لكن هذه المنطقة نحن نحترف بأنها منطقة وعرة ومنطقة ذات كثافة كثافة بساتين عالية جدا أيضا مساحتها ليس بالمساحة الهينة مع وجود تعاطف بسيط لقسم من هذه القرى مع هذا التنظيم الخبيث لكنه بالتأكيد يعني هل أنت توجه الآن هذا توجيه اسمح لي استاذ موثل هذا توجيه الآن اتهام إلى مسؤولين عن هذه القرى وهم عشائر إذن هل هذا يعني أن العشائر هناك متواطئة إلى هذا الحد ليدخل تنظيم داعش قطعا القرى الموجودة في هذه المنطقة هناك تأثير للتنظيم على هذه القرى أولا يخشون هذه القرى من الانتقام من هذا التنظيم باتجاه هذه القرى أولا وثانيا أنا متأكد قسم بسيط جدا من أبناء هذه القرى إلى علاقة بهذا التنظيم وإلا كيف أنه التنظيم في مجموعة 25 إلى 35 نفر يمكن أن في هذه الفترة أنه يختبون في هذه المناطق لو لا وجود دعم بسيط أنا أقول دعم بسيط لأنه قرية المخيسة والقرى المحيطة بها أيضا مبتلية بهذا التنظيم المشكلة وين؟ المشكلة أنه إحنا اليوم سمح لي المشكلة أنه إحنا اليوم عدنا قرار وعدنا قرار من مجلس المحافظة بفتح هذه الطرق القديمة جو بي هذا القرار في الإعلام من قسم من السياسيين بأنه سيقومون في تجريف البساتين قطعا هي معاملية تجريف البساتين وإنما هي فتح طرق قديمة اليوم أنا كنت مع اللقاء مع الأخ قائد الفرقة وقائد العمليات وأكدوا أنه وعطناهم مهلة أنه في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك وضع آخر في هذه المناطق يوم سيكون هناك لقاء اسمح لي يوم سيكون هناك لقاء لهذه المناطق مجتمعة بلقاء مع القادة العمليات وقائد الفرقة وقائد الشرطة لوضع آلية مع القرى في مجابهة هذا التنظيم أنا قطعا لا يعني لا ألتمس عذرا للقوات الأمنية بوجود الفرقة لكنه بالتأكيد قواتنا الأمنية قادرة على طيب سيادة المحافظ واضح 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 اسمح لي طبيعة القوات الأمنية المتواجدة هناك يعني خلال الفترة منذ احتلال داعش وحتى اليوم ما طبيعة القوات الأمنية المتواجدة هناك هل هي قوات حشد؟ هل هي قوات تابعة للجيش؟ يعني هو حقيقة العمليات عمليات ديالة موجودة الفرقة الخامسة وتشكيلاتها وقيادة الشرطة والأخوة في الحشد الأخوة في الحشد لديهم مساحات كبيرة جدا ومسيطرة عليها ولحد هذه اللحظة أغلب مناطق لمسيطر عليها الحشد لم تحدث فيها حوادث رهابية نعم وهناك قيادة العمليات تشرف على الجميع تشرف على قيادة الفرقة والشرطة والأخوة في الحشد والتنسيق عالي جدا لكن هذه المنطقة حقيقة نحن فيه خلال اليومين المضت وهذا التسارع في الأحداث عطينا مهلة للأخوة الأمنيين بأنه يجدون خطة كفيلة بأن تعمل على كبح وجود الإرهابين في هذه المناطق قطعا بالتعاون مع الأهالي طيب واضح لأننا نعرف أن الأهالي همين لهم حرص شديد على الخلاص من هذه الزمر ومتعذية هذه القرى من هذه الزمر لكننا لا نسمح لأي جهة سياسية أن تتحدث وتقلل من أهمية قواتنا الأمنية بالتالي نحن اليوم مسؤولين أمام الأهالي وهذه القرى بأن نفرض الأمن في هذا الحال واضح واضح سيادة المحافظ هناك من يقول أن هناك مشكلة طائفية في المنطقة بعض القرى السونية تتعرض لقصف من القرى الشيعية هذا حسب المعلومات الواردة ما صحة هذه الأنباء نحن مسؤولين اليوم أمام الجميع قطعا أبعد شد الطائف في هذه المناطق هو كل ما هناك وجود إرهابيين مطلوبين قضائيا يتواجدون في هذه المناطق ربما أقسم منهم من خارج أبناء محافظة ديالة لكنهم لا يتجاوزون 35 نفر يقومون بأعمال عدائية ضد القرى السنية وضد القرى الشيعية في نفس الوقت ونحن قطعا نرفض الإنفلات الأمني أو التدخل في موضوع هذه المناطق من أي جهة خارج إطار القانون للقطاعات الأمنية وعمليات ديالة هي المسؤول الأول والأخير عن الأداء الأمني في هذه المناطق كانت هناك عشائر محافظة ديالة عقدت اتفاقا ويعني توحدوا برسالة بالانضمام إلى القوات الأمنية في صفوفها لمحاربة أو مواجهة الإرهاب أين وصل هذا الاتفاق حسب معلوماتك يعني هو يوم ما قد سيكرس هذا الاتفاق وسنعمل مع القيادة العمليات على أن نجعل هذه القرى تتحمل مسؤوليتها خصوصا قرى المخيسة وشليبي وأبو قرما وغيرها لكي يتحمل الجميع مسؤولية الأمن في هذه المنطقة بس قطعا إذا ما صار حال خلال الأسبوع القادم أنا كمحافظ سأعمل بقوة على فتح طرق في أي مكان وأتحدى أي شخص لديه الإمكانية في وقف قرارنا لأننا بالتالي نأخذ قرارات من مصلحة الجميع وأنا أؤكد لك أن قرية المخيسة والقرى التي موجودة هناك من أي قرار مجلس المحافظة في فتح الطرق تأييدا كاملا لأن هذه القرى متأذية من تنظيمات داعش والقرى التي تحدثت عنها في التقرير هي متحملة المسؤولية سنتابع هذا الموضوع معك سياتب وحافظ وسأذكرك بهذا الكلام إن شاء الله بعد أيام بعدما تقضون على الإرهاب على جذوره من المحافظة شكرا لك محافظة المثنة كنت معنا من بغداد مثنة أتبيني ترجمة نانسي قنقر